طيب يمكن ده جانب من اللقاء الكابتن الخطيب بالكابتن حسام البادري لما زار مراني الفريق اللي اطمانان عليهم وانا عارف عندك الكثير من التفاصيل اللي انت ممكن ما تبوحش بها دلوقتي لا شوف انا عايز اقولك حاجة مؤكد ان الكابتن الخطيب مكانش مخطط ان يرجع في التوقيت ده ولم يكن يتوقع ان يحصل الضروب اسبوع واحد يكلفك بعض الهزات لكن هو اطع برنامجه العلاجي والناس عشان تبقى فهم احنا بنتكلم كتير في موضوع علاج كابتن محمود الخطيب انا حشرح بسرعة كابتن محمود الخطيب يعاني من مشاكل في العمود الفقري بعد ما راح وامل يعني علاجات تدريبية وتقويات اتضح انه لازم يعمل عملية العملية كانت تقتضي وضع دعامات من الصلب والمسامير في العمود الفقري وصافر الى المانيا بالفعل وهو هناك سأل سأل في كل التفاصيل فاكتشف ان احيانا المسامير دي بتتعرض للكسر فكش فاي واحد يكش مكان فاكتو فيها بعملية اخرى انها شالت بعض الزوائد من بعض الفقرات ولكنها لا تحقق النتيجة الكاملة ولكن يستطيع ان يتعايش لفطرة معها بس ببرنامج غزائي وتدريبي وتأهيلي معين كابت الخطيب قطع هذا البرنامج عشان يجي يحط النقطة على الحروف ويلاملم الاوراق اللي كانت تبدو انها قد بعضها بدأ في التبعطر وجاء وفعلا ملفات كتير جدا ويمكن اليومين اللي فاتوا دول انا يعني كنت باصص على جزء كبير من الملفات دي اخيرها النهاردة جلسة مجلس ادارة عملت في الشيخ زايد لازال مستمر لازال مستمرا ليه تقنين كثير من الامور ثم مسألة اللي مستاني قررت تخص الكرة في المجلس لا لان الكرة بتناقش في حتة تانية بعد كان اول عمل له ان يروح الكرة حضر التدريب وحضر البتاع وسفر حضر المباراة ورجع واكتمع مع الجهاز الكرة واصبعت الرؤية بتتكامل عنده علشان تتحط الخطة النهائية اللي بعضها يعني ظهر وتم تكليف به مش هنقول تفاصيل طبعا لكن مؤكد في حرص من نادي الاهلي على انه يدعم فيه الاماكن اللي هو عايز ولكن برضو الزعر اللي احنا حاسين به وان كان مبرر لكن انه برضو مش للدرجة دي هو تبريرك انك انت مش واخد بالك انه كان ممكن ده يحصل خلال اسبوع اشتركوا في القناة